اهلا بحضراتكم هنتوقف اليوم مع سيرة ومسيرة فضيلة القارئ الشيخ حمد الزامل رحمة الله عليه الشيخ حمد الزامل وصفه فضل الشيخ مصطفى إسماعيل بالأويل فضل الشيخ عبدالبسط عبدالصمد قال في حقه يجب الله يقرأ أحد في وجود الشيخ حمد الزامل ورغم أن الشيخ حمد الزامل لم يعتمد القارئ في الإزاعة المصرية إلا في آخر ست سنين من حياته إلا أن كان ليه أكتر من 800 ساعة مسجلة من تلاوات القرآن الكريم ما زلنا حتى الآن نستمتع بيها ونتعلم منها فرحمة الله عليه رحمة وصفه الشيخ حمد الزامل في مصر دولة التلاوات يا أيها الذين آمنوا أعطوا إلى الله تورة النصوحة عسي ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جهيمات كان الشيخ حمد الزامل ملكا للنغم أبهر الجميع بقدرته على المزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة من ناحية والانتقال النغمي من ناحية أخرى مدحه الشيخ عبد الباصط عبد الصمد فقال في وجود هذا الشيخ يجب أن لا يقرأ أحد رحم الله ملكا للنغم الشيخ حمد الزامل برحب بحضراتكم مشاهدين الكرام وبرحب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمه أهلا بكم صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بكم مرحبا بخضرتك أهلا وسهلا مولانا أولا مولانا إيه اللي كان بيميز مدرسة فضل الشيخ حمد الزامل رحمة الله عليه رغم أن يعني كان فترتها قصيارة يعني ست سنين بس يعني فترة من وقت اعتماده في الإزاعة حتى وفاته رحمة الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ حمد الزامل ولد في قرية من قرى المنصورة اسمها منية محل الدم ولد سنة ألف وتسعمائة تسعة ورشريين في محل الدم دهي وبعدين لما كبر حفظ القرآن حفظ القرآن بس كان صوته حلوة قوي صوته منساب يعني لما تسمعه تحس بأنه لا يعاني وهو يقرأ ما بيبزلش منهود علشان يجيب اللي هو بيقوله ده صوته قوي ومعبر ولذلك سموه مصور المعاني القرآنية جميل اللفظ ده بيطلق ليه على القراء لما صوته وطريقته كأنها بتفسر صح الكتاب كأنه بيرسم لوحات من المعاني القرآنية فتعمل لك ألبوم صح ده ما قولنا بنستشعره في القراء المصريين أو في دولة التلاوة المصرية مش عند حد تاني ما هي مدرسة ما هي مدرسة تفسروا لنا القرآن وإحنا بنسمعه فعلا آه فحمد الزام اللي هو كان يحب الشيخ مصطفى اسماعيل رحمة الله وكان منتمي إلى مدرسته أولا ثم بعد ذلك بدأ شوية شوية كده يبقى له برضو مدرسة خاصة فهو ولد الف وتسعمية تسعة وعشرين ومات سنة اتنين وتمانين عنده تلاتة وخمسين سنة يعني مات في عز شبابه مالحقش يعمل ختمة لكن كان موهبة فريدة وحفظ القرآن حفظا متقنا وابتدى يحضر في الليالي والمناسبات ويبقى صوته صوت شجي مرة الشيخ مصطفى كان رايح اسماعيل رايح في حتة علشان نسافر كده وبعدين سمع صوته من إحدى التجمعات فأمر السائق أن يقف ومش عارف مين ده قال الجدع ده هو ده ليه مستقبل هايل فهو كان يحب الشيخ مصطفى والشيخ مصطفى كان يحبه أيضا علشان أنه هو من مدرسته يعني النمط كان واحدا حفظ ولما بدأ الشهرة في محل الدمنة تشتهر شوية وبعدين في المنصورة نصح الناس أباه بأنه هو عيدة الزمن الجيدة كبيرة على فكرة وفيهم قراء كطار وعلماء أظهر كطار نصح أحدهم أبوه أنه هو ينزل بقاهرة عشان بقى يتعرف ويتشهر هنا يتعرف ويدخل المعهد الديني ويدرس شوية بقى كده في الأظهر وكده إلى آخر فنزل إلى القاهرة ويصادف أن المعهد اللي هو يروح فيه شيخ المعهد هو بقى فيه واحد خده قبل الشيخ المعهد بقى واحد خده من عندهم اسمه عوف باحبح واخد بالك الشيخ عوف باحبح وعوف باحبح كان بتاع تجويد وقراءات وكده وهو الشيخ الحقيقي اللي ناتج من تحت إيده حمد الزامر فراح مصر بقى فتقع الخيارة بتاعته في إيد توفيق عبد العزيز الشيخ توفيق عبد العزيز كان شيخ المعهد فاسمه انبهر به توفيق عبد العزيز ده مين علشان الناس يمكن تكون غيب عنها المعلومة دي ده أبو قبل فضيلة أبو قبل فضيلة ما احنا عارفين كلنا قبل فضيلة اللي كانت يعني بتقول في الإزاعة البرنامج بتاع الأطفال كانت حريصة على نشر القيم طبعا قبل فضيلة هي اسمع فضيلة توفيق أخت محسنة توفيق توفيق ده مين اللي هو توفيق عبد العزيز ده هو شيخ توفيق العزيز اللي هو شيخ المعهد اللي أعجب حمد الزامر إعجاب كبير وشجعه أنه هو يستمر في الاتلاوة والتفرع للتلاوة لأن الاتلاوة مش مسألة سهلة دي عايزة مدومة على الحفظ عايزة مدومة على مراعاة أحكام التجويد وعايزة مدومة على القراءات وعايزة مدومة على الحفاظ على الصوت وعايزة بعد كده وقبل كده قضايا النغم اللي بتدي مزية في كثير جدا من الأحيان بتدي مزية للقارئ بتاعه طيب رغم الشهرة دي كلها ورغم أيضا ما ذكروا عنه فضلت الشيخ عبد البسط عبد الصمد بأنه لا أحد يقرأ في وجود الشيخ حمد الزامل ولكن اتأخر ليه في الإزاعة ليه ما تقدمش للإزاعة عشان يطلب القرآن فيها إلا يدوب قبل ست سنين من وفاته ما قدمش ما قدمش واللي قدم له في الإزاعة الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ مصطفى هو اللي قدم الورق وقال لهم ده ده تلميذي ويعني وصى عليه يقال إن كوكب الشهر المكلسوم كمان هي برضو أقنعيته إنه ضروري يقدم في الإزاعة هو كان في علاقة ما بينه وبينه مكلسوم وقالت السود ده حرام إنه ما يصلش إلى الناس وتتمتع به فوسط الشيخ مصطفى إنه هو يعونه في هذا المجال ولذلك كان شايل لها هذا الأمر بس هو في الحقيقة تأخر أيضا حتى بعد نصيحة مكلسوم لكن هو قرأ في أربعين مكلسوم مصبوط لما حصل بقى في طميل زهير اللي هي القرية اللي منها أمو كنسوم لما ماتت كانوا البلد فرحانة بأمو كنسوم إنها إخونا خرجت من عندنا هنا فيبقى بيعتزوا بيها قوي فالعمدة كان اسمه حسن السيد بتاع طميل فعمل لها ميتم وعمل لها أربعين طيب ممكن أنا أعسف بقى ممكن نعرف إيه اللي حصل في أربعين مكلسوم بعد الفاصل بعد الفاصل بعد الفاصل عوزرا ما عليش يا مولانا الوقت في ده همنا شكرا جزيلا لفضلتك أساسيكم بعض الفاصل خليكم معنا اشتركوا في القناة اقلعي رضي ظل اقلعي رضي ظل اقلعي رضي ظل اقلعي رضي ظل هناك قارئ قلد واستمر وهناك قارئ قلد وطور وغير ووضع لمسته الشيخ حمد الزامر رحمه الله من هذه المدرسة بداية كان يستمع ويقلد الشيخ مصطفى اسماعيل وفجأة بدأ يبرز شخصيته وإحساسه يبدأ بقرار بيات من الطبقة التي تناسبه هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أصعد للطبقة الرابعة مكان المقام الرصد اوه انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر الشيخ حمد الزامر رحمه الله كان له اسلوب نغمي فريد بسيط نقدر نقول عليه السهل الممتنع تشعر أنه يقرأ ببساطة ولكن حينما تحاول أن تقلده أو تأخذ جملة نغمية منه تشعر أن الأمر صعب جدا الشيخ حمد الزامل يتنقل بين المقامات الرصد نهواند حجاز سيجن لا يترك مقام إلا واستخدمه وأبدع في جمله النغمية قارئ يصل إلى القلب من أوسع بوابه وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قبل الله عليك عظيمة هنا وبقرية مينية محل الدمنى بمحافظة الدقهلية لا تسمع آيات الذكر الحكيم سوى بصوت ابن القرية الشيخ حمد الزامل نشأ وتربى في بيت والده الشيخ محمود الزامل أي حركات له أو أي صفات له أو أي أخلاقيات أخذناها منه حبب البلد كلها في سماع القرآن والبلاد المجورة وتأثروا به وبحبه جدا كان راجل بسيط جدا وكان متواضع وكان محبوب فقد قرر أهل قرياته أن لا تطرب آذانهم بالقرآن سوى بصوت الشيخ الزامل لذلك القرية بتاعته سبحان الله من 39 سنة بعد وفاة بابا بسنتين منعوا أنهم يجيبوا قارئ من برى البلد يقرأ من يوم ما الشيخ حمد ما توفى عليه رحمته الله ما فيش قارئ نزل مينية محل الدمنى وعلى مشارف القرية حيث عاش الشيخ حمد الزامل في منزله كان منطقا لمحبيه لاستشارته سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية مرحبا بحضراتكم مرة أخرى وبجاة الترحيبي بالفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي باموه أهلا بكم صاحب الفضيل أهلا بكم أهلا بكم مرحبا نستكمل سيرة الشيخ الصغير كما كان نطلق عليه في صباح الشيخ حمد الزامل رحمة الله عليه وتوقفنا عند أربعين مكلسون لما راح يطلق القرآن بتاع القرآن في الشادر أو الصوان اللي كان منصفه هو اللي حصل أنه محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى حاضر في الأربعين في طميز في الأربعين بتاع أم مكلسون محمد عبد الوهاب هو برضو ما احنا كده بنتكلم في 75 سنة 75 محمد عبد الوهاب عضو في الاستماع بتاع الإزاع بتاع القرآن الكريم الناس يمكن ما تعرفش أن محمد عبد الوهاب ده ابن سيدي الشعراني اللي هو صاحب باب الشعرية مصبوط أه عبد الوهاب الشعراني ده حفيده عبد الوهاب الشعراني مية تسعمائة خمسة وسبعين هجري في القرن العاشر الهجري محمد عبد الوهاب لا ده حفيده حفيده نسبا على طول نعم فمحمد عبد الوهاب كان في اللاجنة ففاهم أن في قواعد علشان الإنسان يقرأ أو ينتشر أو كذا إلى آخره حتى ينال أداء القرآن جلالته المطلوبة وقدسيته المطلوبة فالعم ده حسن السيد ومالي مركزه بقى كده هو أم قال إيه حمد الزامل يقرأ فعبد الوهاب قال له حمد الزامل مين ده مش معتمد ده مش انتقاص منه بقدر ما هو في الحقيقة يعني محافظة على القدسية والاهتمام وعدم الاستهانة فحسن الله يرحم الجميع بقى قال له ليه هيقرأ إيه اللي بتاع فمحمد عبد الوهاب رجل كبير طبع خد درجة لوة وخد درجة دكتوراه وخد درجة موسيقار الأجيال وخد درجة أستاذ الكل وخد درجة ملحن الجيل يعني ما هواش بسيط يعني طبع علشان العم ده يكسفه كده مم فزعل وراح قايم خارج بره السوان تهيئة اللي نوه يمشي مم يرجع القاهرة أدام آآ كانوا كان الجيل ده كله على فكرة كده يعني احنا شاهدنا هذا الجيل أقول له حضرتك ما تكلمتش ليه قال لي لو تكلمت لا أطاع وأنا إذا تكلمت أطاع كده أنه أدام أنا تكلمت وكلامي فيه حكمة فلازم أطاع مش أطاعي ومع السلام طب آآ فمحمد عبد الوهاب آآ طلع بره السوان وابتدى الشيخ حمد الزامل بأمر آآ حسن اللي عمد حسن السيد إنه هو آآ آآ ركب آآ بالدكة وابتدى يقرأ آآ محمد سمع الكلام من بره زهل آآ فداخل وقعد آآ وكل ما حمد حمد آآ حمد يخلص آآ بس كل ما إيه يقول لأ كمل أنا عينز اسمع أشوف إنه أخرج إيه آآ كامل وبعدين راح يعتزل للعمدة آآ قاله فعلا أنت طلع كلامك حق وبرضو كل الجيل ده كان كده آآ كان آآ على طول رجع للحق آآ وقاف عند الحق آآ أدم في حق على طول وإعتزر آآ أنا العمدة حسن السيد أنا معتزر أنا آسف إنت ليك حق إنك إنت تطلع الشيخ حمدي إيه شيخ حمدي إنت تعلمت يا ابن الموسيقى دي كلها فين أنا ما تعلمتش الموسيقى دا من عند ربنا كده قالوا لا بس الكلام ده ما ينفعش الكلام ده معناته إنه لازم تقدم في الإزاء فده كلام ده بعد ما أم كلسوم رحلت وكانت أوسط إنه ده لكن ما راحش راح بقى المراضي وقدموا له الورق ورح امتحن وكل حاجة في أمانة الله سنة ستة وسبعين أصبح معتمد في الإزاءة وابتدت الناس تستمع إليه وتطلبه وانتشر هذا الانتشار إلى أن وافته المنية ولكن قصر المسافة بتاع هذا ما ممكنوش من إنه هو يعمل ختمة لا في التجويد ولا يعمل ختمة في الترتيج ولكن كان ليه تسجيلات حوالي تسعمية أو تمنمية ساعة تقريباً تمنمية ساعة تسجيلات موجودة والتمنمية ساعة دي ممكن نطلع منها حوالي تسعين في المية نعم يعني فده الباقي من القراءة لكن القرآن ما هوش كامل عنه نعم أبناءه بيقولوا زي ما عرفنا إنه هو في غيبوبة المرض الأخير كان طبعاً يعني في هذه الغيبوبة لا يدري ما نحاوله تقريباً ولكن كان كل ما يسمع القرآن أو يسمع الأذان كانت عينيه بالدمع أهل القرآن كده صح أهل القرآن يشعرون بلذة بنقول للناس كلها بتقول العالم كله أنتم لا تعرفون لذة من يحفظ أو من يقرأ القرآن وبتتعجبه والإسلام ده منتشر إزاي من لذة القرآن نعم القرآن له لذة في القلوب يقوله عبارة كده يقولك لو عرفها الملوك لقاتلون عليها لذة ما بعدها لذة شوف الرجل ده بيعبر عن تلك اللذة التي يجدها عند سماع القرآن بيتفاعل معه يتفاعل معه من إيه بقى يعني يعني وما هو بقول بشر أبداً ده مش قول بشر ولا حاجة ده كلام رب العالمين نزل به روح الأمين على قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمه الله الشيخ حمد الزمن الله رحمه الله رحمة وسعة وألحقنا به أعلى الإيمان وكمان الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله شكراً جزيلاً فضل الدكتورة عليكم شكراً لحضرتك شكراً لحضرتكم شكراً لحضرتكم مشاهدين الكرام إلى اللقاء